رويدا رويدا تحاول الموصل النهوض من تعبها بعد الدمار الذي لحق بها على جميع المستويات وخصوصا في القطاع الصناعي والتجاري في محافظة مهمة كمحافظة نينوى تحت عنوان صناعتنا هويتنا حاول مجموعة من شباب الموصل إعادة الحياة إلى المدينة في مهرجان جمع عشرات الشركات الصناعية والتجارية فضلا عن العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية في رسالة مفادها بأن الموصل لن تموت حقيقة نحن كل السعداء بالنشاطات والمهرجانات التي على السيق بالمدينة قبل كم يوم كنا بمهرجان التعليم الأول واليوم مهرجان الصناعات وفخورين جدا أنه مجموعة من الشباب الموصلي هو اللي عيقين هذه النشاطات وعلي رتبوا وعيتعب عليها وأيضا سعداء بصناعات الموجودة أكو شغلات أول مرة تطرح بالمدينة يدعم هذا المهرجان المنتجات مثل صناعات الزيت الزيتون المعامل الملابس المعامل مع الألبان وكثير صناعات أنه موجودة نتمنى من الدولة مالتنا أنه دعم شوية للصناعات اللي عدنا يكون دعم كلش قوي حتى هاي الشركات تنجح أنه مظل شثير عدنا احنا بالعراق معامل ومصانع بس ماكو دعم حتى تنجح هاي هذه الفكرة شجعت العديد من الشركات في الموصل وبقية المحافظات للقدوم والمشاركة بتقديم المنتج العراقي هذا الذي يقاوم للصمود أمام المنتجات الأجنبية وخصوصا للإيرانية التي غزت أسواق البلاد تشرفنا والحمد لله بمشاركة هذا المهرجان العظيم في محافظة نينوى ونود من الحكومة أن تسعب هكذا المهرجانات تنمي المعامل الموجودة بالموصل تكون التوسعة أكثر تسند أهل المعامل أمام هذه المطالب يؤكد أهالي نينوى أن الهضب المحافظة هو الهدف الذي يشغل بالهم لكن تخلي السلطات الحكومية عن مسؤولياتها بإعادة أعمار المحافظة وبناها التحتية هو المعوق الأساسي الذي يمنع أصحاب الشركات من الاستثمار فيها فضلا عن نفوذ الميليشيات وهيمنتها والذي يشكل عاقبة وبئة طاردة للصناعة والتنمية ترجمة نانسي قنقر